السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى عمان سلطنة عمان واستقبال كبير من أشقائنا في سلطنة عمان اليوم طبعا هناك مراسم قيمت لي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة السلطان هيسم بن طارق سلطان عمان كان في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا الاستقبال الرسم اللي احنا بنتابع مع حضراتكم السلام الوطنيين لمصر وسلطنة عمان الصفاف حرص الشرف استقبال الرئيس موكب الرئيس عبد الفتاح السيزي بعد وصوله اليوم ظهر اليوم إلى عمان وطبعا استقبال إلى العاصمة مسقط وهذا الاستقبال الكبير من جانب أشقاءنا في سلطنة عمان للسيد الرئيس السيد الرئيس زيارتي ستستغرق اليوم وغدا وبكرة بعد مساء الغد هيكون في مملكة البحرين وهيكون في استقباله أيضا في مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى أيضا زيارة الرئيس تمتد إلى البحرين غدا أدي الرئيس عبد الفتاح السيزي والوافد الموجود مع الرئيس سيد سامح شكر وزيري خارجية سيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة الدكتورة هلاء السعيد وزيرة التخطيط إذن الاستقبال الكبير للرئيس اليوم في القصر العامر بالعاصمة العمانية مسقط وجلالة السلطان هيسن بن طارق مع الرئيس عبد الفتاح السيزي كما نتابع هذا الاستقبال والسلامين الوطنيين لمصر وسلطانة عمان المدفعية تطلق 21 طلقة استقبالا وحفاوة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيزي إلى سلطانة عمان كما ذكر السفير بسام راضي سيد رئيس وجلالة السلطان هيسن بن طارق عقد جلسة طبعا الرئيس وسلطان عمان طبعا خلال الجلسة وخلال المباحثات السونية والاستقبال الرسمي في القصر العامر بالعاصمة العمانية مسقط وفد البرافق للرئيس طبعا زي نقول لحضراتك وهذا الاستقبال الكبير للرئيس عبد الفتاح السيزي سفير بسام راضي أكد أن هناك جلسة مباحثات عقدت موسعة ضمة وفدي البلدين رحب السلطان هيسن بن طارق بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيزي في سلطانة عمان أشاد بالروابط الأخوية الوسيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين أعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعدة فضلا عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بسلطانة عمان في مختلف المجالات مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون السنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها من جنيبها شكر السيد الرئيس أخي جلالة السلطان هيسم بن طارق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون السنائي المشترك واستطلاع أليات دفعها إلى فق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية كما ثمن السيد الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل إلى جانب التوافق العماني المصري إذا كافت القضايا الإقليمية والدولية دي الموحسات وجلس الموحسات الرسمية التي تمت اليوم بين السيد الرئيس والسلطان هيسم بن طارق سلطان عمان ووفدي البلدين الذين يشارك في هذه الموحسات واستقبال كبير من جانب الأشقاء ولهم كل التحية أشقائنا في سلطانة عمان على هذه الحفاوة وأيضا يعني علاقة لها خصوصية بين مصر وسلطانة عمان على المستوى السياسي والدبلوماسي وأيضا حتى والمستوى الشعبي كمان هناك هناك خصوصية في العلاقات بين البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين بكرة هيكون السيد الرئيس أيضا في الجولة الخارجية اللي بيقوم بها اللي بدأت النهاردة إلى سلطانة عمان غدا سيكون السيد الرئيس أيضا في مملكة البحرين وطبقا لسفير بسام راضي أيضا أكد أن السيد الرئيس سيبحث أيضا مع جلالة الملك حمد بن عيسى العلاقات السينية الوسيقة للتجمع بين مصر ومملكة البحرين والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال مرحلة الرهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها طبعا احنا أذراتكم عارفين وامتابعين أنه هيكون في اجتماع مهم جدا تصديف المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 يوليو يوم 15 الرئيس الأمريكي جو بايدن هيكون في المملكة العربية السعودية ولقاء مع خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ده يوم 15 يوم 16 لقاء هيحضروا الرئيس عفتاح السيسي ملك الأردن رئيس الوزراء العراقي وقادة دول مجلس تعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي في هذا الاجتماع المهم الرئيس عفتاح السيسي حضراتكم خلال الأيام الماضية هناك استقبالات ولقاءات مهمة جدا والفترة الماضية مع عدد من قادة والزوماء العرب طبعا هناك لقاءات وتنسيق مستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تنسيق مع الأشقاء في عمان تنسيق مع الأشقاء في الأردن تنسيق مع الأشقاء في الكويت تنسيق مع الأشقاء في الليبيا في البحرين في الإمارات تنسيق كبير بين مصر والأشقاء العرب مع العراق أيضا وبالتالي هناك